موسيقى تحيطا طيبة مشاهدي الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوار الساعة على تلفزيون فلسطين وقناة مساوى عقدان من الزمان بكامل أعوامهما وأيامهما وما يحملان من ذكريات ومآلات عقدان من الشرخ العميق والتحول في العلاقة بين المواطن العربي والمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة عقدان دون محاسبة المسؤولين عن استشهاد ثلاثة عشر شابا راحوا ضحية الإمعان في القتل والترويع بأمر ضباط لا يعرفون من يقتلون ولكنهم يعرفون أنهم يقتلون عقدان على هبة القدس والأقصى ووقفة خاصة في حلقة اليوم لمراجعة الذاكرة السياسية وتفاصيل هذه الذكرى روفيسور مصطفى كبهة المؤرخ ورئيس دائرة دراسات الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة مرحبا بك مرحبا بك يعني ربما في بداية هذا الحوار لنقف مع التسمية هبة أكتوبر الانتفاضة الثانية هبة القدس والأقصى تسميات عديدة أي تلك التسميات تفضل وترى أنه من الصائب أنت يجب أن نتعامل في هذا المجال مع قصتين سرديتين قصة الخطوط العريضة للشعب الفلسطيني وهذه الفترة بحكم بداية الانتفاضة الثانية وقصة القصة السردية للأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل هي أيام فار فيها المواطنين العرب وعبروا عن احتجاجهم لما حصل في الحرم الشريف هذا طبعا إضافة إلى تراكمات كانت قد بدأت في أزمة أم السحالي وأزمة الروحة ومصادرة الأراضي والمطاردات البوليسية التي كانت بها ضبات شرطة للشباب العرب وكل هذه الأمور معا تراكمت فبحكم ذلك نحن نتحدث عن أسبوع ونيف هذه هي هبة فالهبة هي الثورة محدودة الأيام وعليه طبعا هبة الشيخ شاكرا بوكيشك عام 1929 سميت هبة أحداث وهبة يافا والقدس عام 1921 تم تسميتها هبة بالنسبة لعام 1929 مثلا كانت الثورة حتى جاءت ثورة 36 ساعة وثلاثين فليهذا السبب أصبحت ثورة البوراك أو هبة البوراك لأنه جاء حدث أكثر تواصل الآن الانتفاضة والثورة الانتفاضة هي مأخوذة من الطائر الطائر الفنيق الذي ينزع عن نفسه الغبار ويستيقض فهي مصطلح يدل على الاستفاقة ورفض واقع معين ورفض السبات ورفض الظلم وكل هذه الأمور وهو حدث وهو شعبي جماهيري يعني ينطبق تمام الانتباق على الانتفاضة الأولى الانتفاضة الثانية بدأت انتفاضة وبعد ذلك تعرف كل الجدلات حول عسكرة الانتفاضة وما إلى ذلك ورد الفعل العسكري وتدخل الجيش والاجتياح وكل هذه الأمور ولكن مع ذلك هي انتفاضة لماذا القدس والأقصى لأن طبعا بداية الانطلاق هي زيارة الرئيس الشرون للحراب القدسي التي كانت زيارة القصد منها كسر الطابو كان رئيس المعارضة وإعطاء الشعور من هو المسيطر صاحب السيادي على منطقة الحرام القدسي من هذا المنطلق بمفاهيم الرواية السردية للأقلية العربية في إسرائيل هي هبة وهي هبة القدس والأقصى الآن هي ليست هبة أكتوبر أكتوبر هي ترجمة حرفية للمصطلح الإبري ما يسمى اضطرابات أكتوبر مهموت أكتوبر نحن أيضا في عندما نعد الشهور لا نعدها حسب التقويم البيزنطي الروماني وإنما نعدها حسب التقويم الأقدم كانون الثاني تشباط أذار لسان وما إلى ذلك لهذا السبب إذا أردنا أن نستعمل فليكن تشغيل الأول ومع هذا فإما أن يكون التوقيت وإما أن يكون وأنا أقترح يعني كي تبقى الأمور بشكل واضح هي انتفاضة القدس والأقصى تشريين أول ألفين طيب إذن هذه الهبة وهذه الانتفاضة وهي انتفاضة القدس والأقصى فعليا لو أردنا أن نعود إلى المناخ السياسي الشعبي والجماهيري في ذلك الحين يعني قبيل اندلاع هذه الهبة وانطلاقها لكي ندخل بعد ذلك في التفاصيل تبعا لو أردت أن تصف الشعور الفلسطيني يعني هذا الحدث كما قلت جاء ليجسد ضغوط محورين المحور الأول هو انزياح المجتمع الإسرائيلي المجتمع الأغلبية اليهودي نحو اليمين وسيطرت حكومات اليمين التي لها أجندة معادية للأقلية العربية لمصالح الأقلية العربية التضييق على الأقلية العربية مع أن رئيس الحكومة في حينها كان إيهود باراك الذي من المفترض أن يعتبر يتبع لحزب العمل وهو الذي كان على الأقل يضع جندة ما يسمى بتسوية مع الفلسطيني إيهود باراك طبعا جاء لحزب العمل لكونه جنرال صحيح وعقلية الجنرال لازمته وما زالت تلازمه حتى يومنا هذا ولهذا السبب تفكيره وتفكير الجنرال لا يمت لقضية يسار ويمين عالم أفكاره ومفاهيمه والعالم العسكري وفي العالم العسكري مشاهدة المواطن العربي والفلسطيني من فوهة البندقية هي أمر لا يضيف للموضوع حتى لو رأى أيضا قبال ذلك مصلحة الجمهور الإسرائيلي ويعرف مصلحة الجمهور الإسرائيلي جيدا وهو لا ينتمي إلى التيار اليمين الذي يحكم بإسرائيل الآن ولكن في بعض المواقف خاصة للأمنية هو لا ينتمي إلى مفهوم اليسار بتاتا وهو أقرب إلى اليمين أنا لا أقول عن أصلا إيهود باراك فشل في احتواء هذه الأزمة والمضي قدما في مقولة لا يوجد شريك هو الذي قالها لا يوجد شريك فلسطيني هو الذي أوجد هذا المصطلح طبعا هو الذي أوجد المصطلح ولهذا السبب عندما انتخب قال بأنه رئيس حكومة الجميع كولام هكذا وشدد على حرف الواو صحيح وكما يبدو يعني هذه الواو كما يكال في العبري هو واو ناقصة وإن لم يكن غير موجودة وطبعا فترة كانت فترة قصيرة سنة ونصف صحيح نحن لا نتحدث عن هذه الفترة إذا فترة بن يمين التنياهو الفترة الطويلة التي استهلكت معظم السنوات العشرين التي نتحدث عنها ولهذا السبب هذا المحور مصممون الرأي العام الإعلام عالم الأكاديميا كل عوالم داخل المجتمع الإسرائيلي انزاحت نحو اليمين ما كان ممكنا في أيام أوسلو السعيدة بين مزدوجين لم يعد قائما بعد ذلك بفهم السلام تغير الذي كان مفروغ منه أن السلام يتأتى من خلال انسحاب الكامل من الأراضي التي احتلت عام 67 لم يعد قائما حتى لو أعطوا فتاة للفلسطينيين في إطار الضفة الغربية فاعتبروا ذلك يعني انتبه للتصريح الأخير الذي صرح به نتنياهو أنه يعود إلى المفاوضات رغم المطالب السخيفة للفلسطينيين يعني مطالب الفلسطينيين في دولة ذات سيادة وعاصبتها القدس في إطار حدود الرابع بن حزيران هي مطالب السخيفة فالنظرة هذا المحور الأول المحور الثاني هو التدعيات الإقليمية تفسخ الشعوب العربية العالم العربي المنظومة الدائمة للقضية الفلسطينية تواجد عربي الآن يتحدثون عن عدم عدل القضية الفلسطينية ومصممون رأي عام يكتبون تغريدات في وسائل التواصل الاجتماعي على أن الفلسطينيين أخطأوا وأنهم متسولون وأنهم كذا وكذا كل ما نرى الآن أنا أعتقد أن هذا لا يمثل التيار العام في العالم العربي والتيار العام في الشعوب العربية التي هي في شعورها ووجدانها وحسها مساندة للفلسطينيين وستبقى لن يغير ذلك التطبيع لن يغير ذلك ومع هذا من الصعب أن نسمع هذه التدعيات وقلة الحيلة قلة الحيلة للعمل الجماعي العربي أنت تحدثت بين مزدوجين وقلت أيام أصل السعيدة وربما كان أو كانت فترة ما قبل يعني هبت القدس والأقصى عام 2000 التي اتسمت بنوع من التفاؤل إن كان لدى المجتمع الإسرائيلي الذي آمن أو رأى بأن هناك يعني يمكن أن يكون أفق للسلام مع الفلسطينيين أو حتى على صعيد الفلسطينيين وتحديدا هنا في الداخل الفلسطيني كانت حالة أشبه بتفاؤل غير المنقطع النظير أي تسليم بالتفاؤل وبأن الحل بات قريبا وبأن السلام سيحل غدا أو بعد غد إلى أي مدى شكلت تلك الفترة فترة نقيضة عن تلك التي أتت بعد انتفاضة 2000 الأمر الذي أدى ربما إلى صدمة كبيرة لدى المواطنين العرب الفلسطينيين في الداخل باعتقادي بأن تفاهمات أسلو ولدت مع بعض الإشكاليات التي هي غير قابلة للحل يعني كلمة دولة فلسطينية مستقلة لم تذكر في تفاهمات أسلو الأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل لم يذكروا في اتفاقيات أسلو فهذه قضايا جوهري لا يمكن التجاهلها ولا يمكن أن نقفز عنها لنصل إلى تفاهمات ومع هذا يعني تحقق في إطار أسلو إقامة السلطة الوطنية بدأ شروع بإقامة مؤسسات عودة ألاف وعشرات ألاف كل هذه الأمور ولكن طبعا كل هذه إن كانت منجزات في هذا السبيل فقد تبددت مع الرفض الذي أظهره إيهود براك في مفاوضات كامل نيفل الثانية وفشلها وطبعا فشلها كان الذي قادها عمليا إلى انتفاضة الكدس والأقصر وهذه نقطة هامة إلى أي مدى بالفعل تأثرت يعني الجميع يذكر هذه الشرارة وكما قلت أنت اقتحام رئيس شارون في حينها رئيس المعارضة البرلمانية في إسرائيل إلى المسجد الأقصى وهذا الاقتحام الشهير الذي ربما أطلق هذه الانتفاضة ولكن المناخ أو المناخ السياسي العام الإحباط وفشل التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل تحديدا إلى أي مدى كان له العامل الأكبر الذي لا يقل أهمية عن كل ما تلى ذلك باندلاع هذه الانتفاضة يعني دعنا نقول لم يكن هناك تذويت لمبدأ التنازل من أجل أن يتعايش الشعبان لم يكن تذويت لدى الإسرائيليين بالأساس وشخص مثل إهود باراك علماني يمثل اليسار يتحدث عن ما هو فوق الأرض وما هو تحت الأرض بالنسبة للأقصى ومفاهيم التوراتية والدينية يدلك أنه هذا التداخل المفاهيم الدينية في الصراع وعدم استعداد الطرف الإسرائيلي التنازل عنها حتى الطرف الذي يحمل لواء العلمانية هو أمر يجعل من قضية تسوية القضايا الحارقة في الصراع أمرا غير ممكن ورأينا بأن هذه القضايا مهما أردنا تحييدها ووضعها جانبا وحل القضايا الأقل تعقيدا أي إصابة لوتر من هذين الوترين اللي هم الأرض والأماكن المقدسة يشعل المنطقة وكأن شيئا لم يكن فإن استعرض مسيرة الانتفاضات والهبة من عام 1920 الهبة الأولى وحتى الأيام التي نحن بصددها نراها إما على مصادرة الأرض أو على المسبي المقدسات والمواقع كيف تفسر ذلك بروفيسور يعني أنت قلت الآن أمر هام أنه على رغم من أي جو عام سائد لتسوية ما أو لأفق سلمي أو حتى لمفاوضات فإن أي مسبي وطر من هذين الوترين أي المقدسات أو الأرض يشعل كل شيء كأن أي تسوية لم تكن أو لم يتم الحديث أيضا عن تسوية ما هو تفسير من وجهة نظرك لذلك لأن جوهر الصراع في النفوس الذي لم يتم التذويت فيه كما قلت هو هذين الأمرين العرض المقدسات اعتماد مبلغ لعبة مبلغ السفر أنا مئة بالمئة لي والباقي السفر وإذا تكرمت عليه فأعطيه بالهوامش هذا هو المبدأ الذي في الآخر فجر هذه العملية الطرف الإسرائيلي الآن طبعا يعني يتحدثون عنه في اليمين وكأنه أمر مسلم فيه أنه كل شيء يعطونه للفلسطينيين هو منه يعني تنازل تنازل نعم هم لا يعرفون بأنه قبول الفلسطينيين بمبدأ دولة فلسطينية في 22 فلسطينيين مساحة فلسطيني التاريخية هو تنازل كبير هذا تنازل أكبر طبعا يعني الذاكرة الفلسطينية لا تقتصر على هذه التاريخ الشعب الفلسطيني لا يقتصر تواجد الفلسطينيين لا يقتصر على هذه المناطق ولكن يمكن إذا توفرت النوايا الحسنة يمكن للتسويات أن تأتي بمعادلة يستطيع الطرفان التعاوش معها يعني لا يوجد هنا ربح صافي لأي طرف من الأطراف لا يمكن أن يكون ربح صافي تماما لأن هذا يعني خسارة تامة للطرف الآخر والخسارة التامة لن يتواجد أي طرف من الأطراف ليسلم بها هذه النقطة طيب لنعود إلى ذلك اليوم إلى تلك الأحداث تحديدا واندلاع الانتفاضة ما الذي كان وما زال ويبقى عالقا في الذاكرة في ذاكرة التاريخ من ذلك اليوم على المستوى العام لا أستطيع أن أقول لك على المستوى الشخصي طبعا المستوى العام شباب أحب الحياة كل واحد منهم قصة خطط لليوم التالي صحيح هناك من خطط لدخول الكلية هناك من كان خاطبا وخطط للزواج هناك من شرع بإقامة منزل ما كان في خططهم هذا الموت وهذا الاستشهاد وهو استشهاد مشرف لأي شعب ولكن هؤلاء شباب أحبوا الحياة وأرادوا أن يعيشوا كما أي شباب غيرهم ووضعوا في في وضع اعتقدوا بأن من حقهم أن يحتجوا و أن ينفذوا هذا الحق ولكنهم ما أخذوا في حساباتهم أن هناك من بيت لهم قضية إطلاق النار النمال الحية و عدم إظهار أي ضبط نفس عادة ما تظهر الشرطة الإسرائيلية تجاه المتظاهرين إن كانوا متزمتين أو كانوا أثيوبيين أو كانوا من أي فئات اجتماعية أخرى أنا أعددت كتابا وقابلت كل عائلات الشهداء وعشت نتحدث عن الشهداء الثلاثة عشر الذين نزلوا للاحتجاج هنا في مدن وبلدات الداخل الفلسطينية هم 12 شابا من الداخل وشاب من غزة استشهد في أم الفحم كان يعمل في أم الفحم واستشهد في أم الفحم مصلحة بجراد وهو لاجئ لاجئ من نبي روبين بالأصل فإذا نظرنا إلى هؤلاء نرى بأن بأن جميعهم أوجأوا من عائلات مسيسة أو لهم علاقة مباشرة مع اللجوء أو أحد الوالدين لاجئ كل واحد منهم على الإطلاق هذه ملاحظة هامة طبعا يعني يعني لوابني هو بالأصل من المجيد هو لاجئ أحمد أبو سيام هو لاجئ بن صبارين يعني الناس لا يذكروا منه ولكن هو من صبارين طبعا محمد جبارين أم معين غزال نجد العلاقات هذه لهذا السبب أنا أرى بأن هذا جزء حلقة من حلقات النضال الوطن الفلسطيني لا يمكن أن نأخذه بمنأة وهو ليس بمنأة عن الوترين التي تحدثنا عنهما الأرض والأماكن المقدسة يعني يأتي في خلال ذلك وطبعا بعضهم كان ينتمي إلى طيارات سياسية بعض هؤلاء الشبان وأسير العاصل جاء من عائلة مسيسة الأب والأم فهذه الأمور وكذلك أبو صالح فكل الشهداء ما جاءوا من فراغ ظهورهم شعورهم بضرورة الخروج والاحتجاج شعورهم بأنهم يأدون مهمة وطنية هذا لم يأتي من فراغ وبالمقابل يجب أن تسأل الأسئلة الصعبة الأسئلة الصعبة هل كان المجتمع الأقلية العربية في إسرائيل في حينه مهيئة لمثل هذا الصدام هل هذه السيناريو كانت مأخوذة بالحسبان وهل تم استقاء العبر مما حصل طيب هذه أسئلة أهمة دعنا نباشر مع السؤال الأول نعم هل بالفعل كان المجتمع العربي الفلسطيني هنا في الداخل على موعد أو كان مهيئا على الأقل لمثل هذا الصدام العنيف الذي أودى بحياة هؤلاء الشهداء دعنا نقول بأن شهداء أنفسهم ما حلموا ما توقعوا أن تكون ردد الفعل بهذه القسوة لماذا؟ لأنهم لم يعرفوا في حينها بأنه يمكن لهذه المؤسسة الإسرائيلية فعليا أن تواجه بهذه القوة باعتقادي مثلا بأنه أحداث نفق سلوان 96 وهذا الصدام العنيف الذي كان هناك صدام مسلح صحيح كان يجب أن يضيء ضوء أحمر ولكن بعد أيام أصل السعيدة كما قلت هي كانت مع بداية صعود نتنياهو أنهى أيام أصل السعيدة كان هناك مخاض ومن ثم هذه الأيام انتهت وتبدلت بأيام شاحبة وقاتمة مع هذا تل ذلك أم السحالي منطقة شفاعمر عام 98 كان عاما متأزما أم السحالي والروحة طبعا في الروحة يعني بعض هؤلاء الشباب جرحوا في أحداث أحمد أبو سيان جرح في أحداث الروحة عندما كان طالبا بالثانوي وجرى اقتحام المدرسة الثانوية في أم الفحم وطلعت دفتر يومياته فمنذ أن جرح في أحداث الروحة وحتى استشهاده كتب بشكل يومي وختم بعين دامعة ختم بعين دامعة إذا رأيت الكلمات والجمل التي لخص فيها أسيل عاصلي يعني يعني كان فتا لم ينهي الثانوية بعد صحيح وكان يتحدث برزانة الكبار عن ما يمكن للإنسان أن يقدمه وكيف للمجتمع أن يتعامل مع ذلك وكل هذه الأمور ف هذه الأمور في التقييم بعد ذلك تثير الكثير كما قلت تثير الكثير من الأسئلة ردود الفعل يعني عمل شعبي بأي عمل شعبي كان يجب أن لا يعتمد فقط ردود الفعل والمبادرات والمبادئات يجب أن تتوقع سيناريوهات رد الفعل من الجانب الآخر باعتقادي حتى ذلك الوقت لم يتم استقاء العبر طبعا أنا تمعنت في بروتوكولات جلسات لجة المتابعة في كافة الأيام كان تقريبا كل يوم جلسي في أثناء الأحداث وسبق اندلاع الاندفاض والهبة جلسة لإعلان الإضراب طبعا وكان فيها تجاذب ليس بسيطا فهناك في هذه الجلسة من تحدث عن جهوزية الحرف الواحد جهوزية للصدام ولا أعتقد على ماذا يعني لا أعرف على ماذا اعتمد في هذا القول جهوزية للصدام فالجهوزية كانت يجب أن تكون أيضا توقع لبدو الفعل الأخرى تأمين خطوط من الإسعاف وكل هذه الأمور رأينا أنه بعض الشبان نزف ساعات طوال حتى استطاع أن يصل إلى إسعاف أو أن يصل الإسعاف إليه كل هذه الأمور يجب أن تسأل يجب أن تقال اثنين انتبه نحن نتحدث عن 13 شهيدا وهذا أمر يجب أن يبحث حتى النهاية ويجب أن يلاحق الذين اخترفوا هذا إلى أن يتم مقاداتهم بقضاء عادل ونزيف ولكن بالمقابل كان هناك ستمت جريح لم يتحدث عنهم أحد بعضهم مع حاهات مستديمة حتى اليوم طبعا واضح جدا أن الكثير من الجرحة أفضلوا عدم الذهاب إلى المستشفى كي لا يسجل ضدهم ملفات ولكن هؤلاء كان يجب هناك طرف من جزء من الجهوزية طرف يهتم بهم وطرف يهتم بهم بعد في كل ما يتعلق بالقضاء من جهة طبعا ويتعلق بتأمين ويتعلق بتوفير العيش الكريم في حالة العاهات المستديمة كل هذه الأمور باعتقادي على أقل لم لم تناقش بالشكل الذي يجب أن تناقش فيه طيب تحدثت عن لجنة المتابعة ومن أكثر الأمور اللافتة والبارزة عندما نتحدث عن العبر أو على الأقل من المخرجات التي خلصت إليها لجنة أورا التي أقيمت للتحقيق وسنأتي عليها تباعا كان هناك تحميل للجنة المتابعة وللقيادة العربية السياسية في الداخل الفلسطيني لمسؤولية ما سمته هذه اللجنة والمؤسسة الإسرائيلية عموما بالتحريض على العنف بالتحريض على ضد المؤسسة الإسرائيلية وضد القيادة الإسرائيلية إلى أي مدى بالفعل كان هناك دور شبيه بهذا الذي تحدثت عنه الحكومة الإسرائيلية أنا أعتقد أن اللجنة أخطأت هنا رغم بأنها كتبت مقدمة تاريخية يعني لا أعرف إذا تم كرائتها ولكن تحاول أن تستخلص الأمور وتعود إلى الجذور وما إلى ذلك القيادات العربية يتوقع منها أن تقف مع شعبها وقد وقفت مع شعبها ويتوقع منها أن تقود شعبها في الساعات الصعبة هل بفعل كان هناك لأنه ما زال حتى اليوم يدور حديث هنا وهناك في هذا الصدد هل بالفعل كان هناك دور قيادي وريادي للجنة المتابعة في حينها يعني لجنة المتابعة مع محدودية قدراتها باعتقادي بأنها قامت بدور بحدود الإمكانيات والقصريات والقصريات لا أقول بأن الدور كان والسياسة كانت واضحة وناجحة تماما وما إلى ذلك ولكن وضعت القيادات العربية عادة توضع في زاوي من جهة المزايدات الداخلية ومن جهة الضغوطات الخارجية الخانقة وهذا يأخذ طاقات كثيرة من هذه القيادات أيضا لذة أور ما أجابت على سؤال مدامة يا دولة لا تعترف أصلا من جهة المتابعة ومتى كيف لها أن تلقي على عاتقا ويا لا تعترف بهذا الجسم ولكن لجأت إليه في حالات التوتر وحتى كانوا يكتبوا في الصحف العبرية غدات اليوم كلمة فيها استعلاء واستشراقي نخبديم عربين الوجهاء العرب أرادت أن تعيد هذه النظر الاستشراقي لا تريد أن تخرج من أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع أعيان مدنيين وفلاحين ووجهاء فلاحين هذا المجتمع تقدم وتطور وليس كذلك والقيادات هي قيادات بمعظمها قيادات منتخبة تمتيلية تمثل الغالبية العظمى شيئنا ما بينه ونحن يجب أن ننظر إليها أنها قيادات شرعية وهذه القيادات الشرعية تجتهد تصيب أينما أصابت يجب أن نقول وأينما أخطأت يجب أن نقول ولكن ليس بأي شكل من الأشكال نزع لشرعيتها نزع لضرورة وجودها الأقلية العربية الفلسطينية داخل إسرائيل بحاجة إلى قيادة تمثيلية تمثل طموحاتها وأمانيها في كافة المجالات طيب لو وضعنا هذه الهبة على السياق السياسي والتاريخي هناك إجماع على الأقل من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني كذلك بأن هبة القدس والأقصى شكلت نقطة للتحول في العلاقة أو نقطة تحول فارقة على الأقل في العلاقة بين المواطن العربي في إسرائيل في الداخل الفلسطيني مع المؤسسة الإسرائيلية ما المقصد في ذلك ما الذي تغير فعليا لأن هناك بعض الإسرائيليين يصفون ذلك فيقولون بأن المواطن العربي الإسرائيلي على حد تعبير المؤسسة الإسرائيلية كان مازال يعتقد بأنه في دائرة المواطنة الاعتيادية أو المتساوية على الأقل مع اليهود إلى حد كبير ما قبل أحداث الانتفاضة الثانية جاءت الانتفاضة الثانية لكي تعري هذه النظريات وهذه الفرضيات إلى أي مدى ذلك صحيح يعني أولا يجب أن نقر ونعترف أن دائرة المواطنة هي دائرة منقوصة للعرب الفلسطينيين في إسرائيل ثانيا ما يعطى لهم وما يسعون إليه لمواطنة كاملة وليس منها الدولة التي جاءت عليهم ولا هم يعني اثنين تصويرهم بأنهم مجتمع مهاجرين كما هم يعني اليهود في فرنسا أو اليهود في بريطانيا أو السوريين في ألمانيا هم ليسوا مجتمع مهاجرين هم مجتمع أصلاني يقيم في أرضه فرضت عليه سياقات تاريخية وسياسية وهو يتعامل معها وبالمقابل هذا الانتحان بأن الأغلبية تمد يدها والأقلية لا تريد انتهت يعني أعتقد أنه قمته كانت في التوسيع على قنس نقوم برغم كل الانتقادات لهذه الخطوة ويمكن أن ننتقدها من الآن حتى إشعار آخر هذه الكيادات ذهبت وفوضت رئيس حكومي وأرادت أن تكون جزءا من اللعبة السياسية لا يهم الآن بأي شكل وبالمقابل نرى نقص على عقبي وفضل أن يكون بالمنغومة التي وضعت نصبع يونيا الاقتصاص من المواطنة وخلق حالة مستديمة من المواطنة من الدرجة الثالثة والرابعة الثالثة والرابعة نعم بالنظر اليوم يعني أنت تحدثت عن هذه التوصية وعن الواقع الحالي يعني نستمع إلى بعض الأراء التي تقول بأن المجتمع العربي الفلسطيني اليوم في الداخل هو أقرب أو قريب جدا على الأقل من كونه في ذات الفترة أو المرحلة أو الوعي السياسي الجامع الذي سبق فترة أكتوبر 2000 أو فترة الانتفاض الثاني حبة القدس والأقصى هل تعتقد بأن ذلك قريب؟ هل هذه المقاربة صحيحة؟ أولا دعنا نقول بأن هناك في طموحات وأمانة واضحة لأبناء الأقلية العربي الوحدة العمل الجماعي والتأكيد على القضايا الحياتية وهذا الأمر جاءت القائمة المشتركة التي تجيب عن ذلك أداء من انتخب في القائمة المشتركة حسب أراء الكثيرين لم يرتقي إلى مستوى هذا الأمان ولكن هذا لا يأتي بفترة واحدة وفترتين هذه عملية تراكمية يجب أن نعطيها الوقت اللازم وبالمقابل يعني هذا يجب أن لا يجعل الأحزاب تنام الأحزاب يجب أن تجتهد وتبذل المزيد من الجهود لتأكيد هذا المنجز الحفاظ عليه والتأكيد بأنه هي قائمة انتخابية لا يوجد فيها صهر يستطيع كل مركب أن يحتفظ بأيديولوجيته ولكن القواسم المشتركة هي أهم خط القواسم المشتركة هي مشتركة للجميع فإذا وصلنا إلى درجة فيها أداء برلماني ناجع بعيد عن الرغوة الإعلامية وثاقب يعمل للمصلحة ويحصل منجزات في كل هذه السياقات الصعبة ويثبت للجميع بأنه هذا يعني اتهام المجتمع العربي بالسلبية هو اتهام باطل المجتمع العربي يريد أن يحيى بكرامة يريد مساواة تامة ويريد حلا عادلا ومنصفا لأبناء شعبه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وهذه مطالب عادلة بالضغط مثل ما تهم قضايا الجالية اليهودية في الأرجنتين وفي أستراليا دولة إسرائيل أو بالعكس فالشعب المواطن الفلسطيني هو فلسطيني ويهم ما يجري في الطرف الثاني من الحدود ويريد كما يريد لنفسه حياة كريمة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع الزن طيب بالعودة إلى قضية رد الفعل الإسرائيلية تحديدا بما يتعلق في تلك الفترة كان هناك مفاجأة ربما أنت قلت بأن أحداث الأعوام السابقة كان يجب أن تضيء على الأقل ضوءا أحمر لدى القيادة العربية هنا في الداخل ولكن مع ذلك العنف المفرط الإمعان في القنص والقتل والتعامل العنيف جدا من قبل قوات الأمنة الإسرائيلية كان مفاجئا إلى حد ما كيف يمكن تفسير تفاجئ المواطنين العرب بهذا العنف وكيف يمكن تفسير الذهاب أو اللجوء إلى هذا العنف المفرط من قبل الحياة السابقة هذا نتاج سياسة تفرقة وتمييز وإجحاف على مدار سبعين عام وخلال هذه السبعين عام عملت المؤسسة على تفكيك المؤسسات التقليدية التي كان بإمكانها احتواء هذه الظواهر هذه الظواهر مرافقة لكل شعب ظواهر العنف واللجوء إلى العنف وما إلى ذلك ولكن عندما تستشري تستشري بسبب قلة الحيلة للقيادات التقليدية التي تم تفكيكها الآن بالمقابل تم تفكيك القيادات التقليدية ويمنع من القيادات الجديدة أن تقوم بدورها وبعد ذلك يتم بعد كل حادثة أين أعضاء الكنيسة العرب هم أعضاء الكنيسة العرب سببوا هذا الإجحاف سببوا هذا الفقر يعني المعادلة واضحة قلة ميزانيات في التعليم يؤدي إلى مستوى تعليم من خبث المدارس المدارس هي المستنقعات الأساسية التي ترفض هذا العالم بالمئات من المنضمين لأنهم عمليا لم يتم استيعابهم في الجهاز التعليمي أو ما تلقوا التعليم الكافي والناجع واللازم والفقر الفقر نسبة الفقر العالية لدى المواطن العربي وكما يقال الفقر كافر فكل هذه لا نريد أن نبرر هذه الظاهرة يجب اجتثاثها ويجب محاربتها ولكن يجب أن تكون هناك سياسات تتضافر فيها الميزانيات الحكومية وصدق النواية من قبل المؤسسات والشرطة والوزراء وكذلك القيادات يعني لا تستطيع القيادات أن تستنكف وتقول ليس لنا دخل وهناك بعض القيادات التي نراها يعني توصل الليل بالنهار وتصهر على هذه القضية وهذا يجب أمر أن نشيد به ومع ذلك القيادات ما تبقى من الكيادات التقليدية الكيادات المحلية قيادات الحكم المحلي يجب أن تنظر القضية من بعد آخر لا تتماثل مع ذلك وإنما تضيف من جهودها لحل هذه القضية بشكل جذري يمنع رفض هذا التيار بالمزيد من القوى والمرشحين طيب إذن حدث ما حدث وانتقلت الجمهير العربية هنا في الداخل إلى الخطوة التالية وهي أن تبحث عن العدالة أو أن تحاسب المسؤولين وبفعل ذلك كان هناك ضغوطات استجابت لها الحكومة الإسرائيلية وعينت لجنة للتحقيق فيما سمته أحداث أكتوبر وبرئاسة القاضي السابق المتقاعد أور تحديدا إلى أي مدى بالفعل كان هذه العملية أفضت إلى أو كان هناك رغبة على الأقل من قبل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة بأن تصل فعليا إلى النتائج مابل موسى بتعيين مثل هذه اللجنة باعتقادي من البداية لم يكن بغسع المؤسسة الإسرائيلية أن تنفذ الحد الأدنى من توصيات الجلطور الحد الأدنى ليس الحد الأقصى ولكنها أقامتها هي أقامتها للتنفيس واضح أقامتها للتنفيس في هذا التقرير في أبعاد يجب أن نؤكد عليها فيها قراءة على الواقع ولكن هناك اضطراب في التوصيات وأعتقد بأن الاضطراب في التوصيات مصدره ضغوطات حكومية طبعا لا ننسى أنه في التداولات تغيرت الأجواء وتلبدت الأجواء وحصل بعد ذلك التغيير في نظام الحكم وسيطرت الليكود ورئيل شرون واجتياح الضف الغربية وإقامة الجدار العازل كل هذه الأمور أشغلت يعني إذا بحثت عن نقاط إيجابية لأوسلو هي خففت يعني في معادلة واضحة كل ما ارتفع منسوب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كل ما اتسعت حدة الخلاف بين جمهور الأقلية والأغلبية فلما نزل المنسوب في فترة أوسلو كان هناك خطاب وحوار بين جمهور الأقلية وجمهور الأغلبية ومحاولات لإيجاد معادلات وما إلى ذلك فتلبد الغيوم والعودة إلى النزاع بكل هذه الحدة التي تجلت لنا يعني ما كان في 2008 وزلزال آثاره ما زالت ما زالت حتى اليوم إقامة كل هذا العدد من الحواجز الفصل بين كل قرية وقرية الشعب الفلسطيني لا يعيش حياة عادية لا يعيش حياة عادية عشرين عام كيف لهذا أن يكون هذا الشعب بحاجة إلى ضوء في نهاية النفع وهذا الضوء لا نراه ماذا نتوقع منه بالضبط يعني في القصص السردية التاريخية وفي الروايات يعني يقولون الفلسطينيون ضيعوا فما قبلوا تصريح بلفور ما قبلوا سك الانتداب ما قبلوا توصيات لجلات بيل كيف لشعب أن يقبل توصيات لا تحترف بكونه شعبا أريد أن أفهم في تصريح بلفور يتحدثون عن مجموعة من الطوائف نفس الفقرة في تصريح بلفور نقلوها لسق الانتداب بريطانيا أخذت الانتداب من عصبة الأمم لتقود الشعب الفلسطيني إلى الاستقلال ولكنها قدت شعبا آخر فهذه الأبور يجب أن نأخذها وننظر إليها ببعد تاريخي على مدى سنوات المحور لم يتغير مسيرة المحور لم تتغير الشعب الفلسطيني في صراع لإثبات وجوده ونفسه قام من ركام النهضة من ركام النكبة في فترة معينة وبعد ذلك تكالبت عليه الأمور وهو حتى الآن في هذه المسيرة لإثبات الذات وإثبات النفس والحصول على السيادة ولا سلام في هذه المنطقة دون أن يحصل هذا الشعب على سيادته في دولة قابلة أن تكون في حدود الرابع من حزيران إذن أقيمت هذه اللجنة وخالصت إلى أمور كثيرة أنت تقول بأن المؤسسة الحاكمة في إسرائيل لم يكن باستطاعتها أصلا أن تنفذ أجزاء من هذه التوصيات ولكن على الرغم من ذلك قلت بأن هناك أمور هامة ذكرت في هذه التوصيات أو عموما في قراءة لجنة أور لتلك الأحداث ما هو أبرز ما لفت نظرك؟ أنا قد يكون بسبب كوني مؤرخا أبرز ما لفت نظري في هذه اللجنة هي قراءة البواعث التاريخية لما حصل والدوافع وكم تصويرها ومن أجل ذلك كتبه طبعا كان بين أعضاء اللجنة أيضا مؤرخ عاصرة ومارس السياسة في الصراع وكان سفيرا في أكبر دولة عربية شمع شمير شمع شمير وباعتقد أنه هو الذي كتب الفصل أيضا قضية وضع التقصيرات الحكومية على المحك هذه المعادلة بأن الموقف السلبي للأقلية اتجاه كل محاولة عمل مشترك من أجل إيجاد معادلة عادلة للتعايش المبني على منح المواطنة الكاملة والحقوق ولكن قلت لك بأن التوصيات كانت مضطربة لم تأتي بنفس الروح للنقاش الذي كان قبلها والأهم نقطة سيئة في هذه التوصيات هو النظر للقيادات العربية في الداخل الذين وضعوا في هذا الوضع مقابل الذين خططوا له بنفس المقيس هذا كان في ظلم كبير للكيادات العربية تحميل الطرفين ذات المسؤولية طيب وعليه طبعا ما زالت مفتوحة هذه التوصيات لم ينفذ منها أي شيء وهذا ربما يدفعنا الآن إلى الانتقال إلى مرحلة ما بعد انتهاء يعني هذه الأحداث أنت قلت في بداية هذا النقاش بأنه كان هناك هل كان هناك جهوزية بالفعل وهل استقينا العبر هل تعتقد بأن القيادة العربية السياسية اليوم في الداخل الفلسطيني استقت العبر لأننا لو نظرنا عقدان من الزمان لم نشهد يعني على الأقل مظاهرات بتلك الحدة وبتلك المواجهة والمصادمة على الأقل مع أفراد الأمن والقوات الإسرائيلية أهو استخلاص العبر العربي أم أنه استخلاص العبر الإسرائيلي عدم إحكاك الحق في وقته ومرور هذا الزمن الطويل يعني حصل هناك تآكل في بعض المواقف وأعتقد بأنه يعني أكثر ما نحتاج له قياداتنا هي النفس الطويل فلذا سأدرى تآكل في تقوص إحياء الذكرى والتخليد وما إلى ذلك وهذا أمر يجب أن ينظر إليه بعين أخرى باعتقاده يعني هذا أمر يعني أعتقد بأنه رئيس الجهة المتابعة الحالي ينظر إليه بكل الجدية ويحاول أن يغير فيه أستاذ محمد بركي تغييرا يرتقي إلى المستوى المطلوب إلا بأنه الصعوبات والقصريات كثيرة جدا ف آمل أن تولي لجنة المتابعة هذه الأمور العناية الكافية وتتعالى عن بعض الخلافات الداخلية وبعض هذه الخلافات يعني حتى طبعا هذه أمور يجب أن تناقش في غرف مغلقة ولكن في أدق أدق الأطر المتعلقة وأكتفي بذلك المتعلقة بقضية الشهداء يعني يعني العجب العجاب أنه في دولة تعتبر نفسها دموقراطية ويعني يحكمها القانون يتم تقديم أناس ارتكبوا مثل هذا العمل وتقدمهم في عملهم ويعطاهم مظائف بالضبط مثل ما حصل مع الضباط الذين كانوا في مجرة كفر قاسم هذه أمور يعني مؤسفة محزنة مقلقة لا تعطي الإنسان ثقة كبيرة بهذه العدالة فباعتقاد أيضا المجتمع الإسرائيلي من الداخل خاصة أولئك الذين يتبنون المبدأ الليبرالي أن يحدثوا اندفاع جديد فيها تغيير في التوجه بأنه دم الضحايا ودم واحد لا يمكن الفصل بينه على أساس عرقي أو ديني أو اجتماعي أو طبقي ولشعب عان الكثير ويبحث عن كل قطعة تاريخ مادي ومعنى ومروحاني في المنصات التي عانى عليها كنت أنتظر منه أن يكون أكثر عدلا وإنصافا وإحقاقا للحق في هذه المناسبة طب بالنظر إلى هذه المناسبة اليوم عشرين عاما بعد كل ذلك خسائر كبيرة تكبدها الفلسطينيون في أماكن تواجدهم عامة ما الذي استفاده الفلسطيني أو ما الذي استفاده الفلسطينيون بالنظر اليوم إلى تلك الذكرى يا أخي محمد الفلسطينيون في العشرين سنة الأخيرة وقبل يعيشون ويكرسون حالة من الصمود لأيام يجب أن تأتي يمكن أن يتم فيها البناء المجدد ولكن الحفاظ على الجمرة وترسيخ هذه الحالة حالة الصمود التي يجب أن تكون من خلال عدم الإدرار بأي من الوطرين الأرض والمقدسات الحفاظ على موقف واحد غير قابل للنقاش وليس فيه وجهات نظر في هذا المجال هو الجسر الذي يمكن للشعب الفلسطيني أن يعبر فيه إلى مرحلة أخرى من البناء وهذا ربما يحلني لسؤال عن الواقع اليوم الواقع السياسي الآن الحالي بالحفاظ على هذا الموقف الموحد وربما الآن نأخذ القبع الأخرى لك أنت عضو لجنة الوفاق الوطني هنا في داخلنا الفلسطيني وأنت أحد المؤسسين القائمة المشتركة إلى أي مدى نحن نسير اليوم بعد عقدين من هذه الهبة هبة القدس والأقصى إلى الوحدة الفلسطينية الكاملة هنا في الداخل وأنت ترى هذه التجاذبات الموجودة والخلافات في داخل القائمة المشتركة التي تصل ربما في بعض الأحيان للحديث عن تفكيكها في انتخابات مقبلة باعتقادي هي تكتيكات سياسية لا تعدو كونها أكثر من ذلك العبرة الاستراتيجية كانت وما زالت ضرورة الحفاظ على القائمة المشتركة القائمة المشتركة هي من أكبر المنجزات السياسية القليلة للوحدوية قصدية صحيح وعمل قبلنا وعملنا كثيرا على الوصول إلى هذا الوضع ووصلنا إليه عام 2015 وآمل أن يستمر هذا المنجز من خلال تدعيمه من خلال مراقبة للأداء وعدم التنازل لمن هم يمثلون هؤلاء مهم جدا أن نؤكد عليه انتخبوا ليمثلوا إرادة جماهير بالوحدة ليس لأنهم يمثلون أجندات أيديولوجية فقط فلهذا السبب يجب أن يفكر مرتين كل من يتحدث باسم القائمة المشتركة أولا يجب أن يكون هناك متحدث واحد للقائمة المشتركة وخطاب إعلامي واحد تمنى ذلك وبالمقابل يجب على المنتخب أن يدرك بأنه يمثل جمهور عريض فيه الكثير من المواقف فسيفساء من المواقف ولكن لديه قواسم مشتركة هي الوحدة مطالبة بالوحدة العمل على تقوية وترسيخ هذه الوحدة وكذلك أداء برلماني في أي ظرف كان أيضا كي يشعر المواطن البسيط بأن له عنوان ليس فقط في مواسم الانتخابات ولكن عنوان متى طلبه يجد لديه ردا أنا أنا كلي ثقة بأن ما تقوله سيلقى أذانا صاغية ولكن وأنت تتحدث تبادر إلى ذهني أمر بسيط في التحول هذا في القائمة المشتركة عندما انطلقت وأطلقتموها عام 2015 كان العنوان إرادة شعب أنت تذكر ذلك طبعا في الانتخابات الأخيرة كان عنوان الحملة الانتخابية للقائمة المشتركة مشتركة أكثر يمين أقل هناك فجوة واسعة بين أن تقول عن قائمة إرادة شعب وبأن تقتصر هذه القائمة في الانتخابات لتكون بعد ذلك فقط لمناكفة اليمين الإسرائيلي لا أعتقد بأنه يجب أن يكون هناك معادلة من جهة بالفعل هي إرادة شعب هي إرادة شعب يلدي الوحدة صحيح وهذه الإرادة يجب أن تجد لها تجسيدا في الأداء وهي لم تجد لها التجسيد الكامل في الأداء ويجب أن نقول ذلك بشكل واضح البعض من المنتخبين يؤدي دورا برلمانيا رائعا ويجب أن يقال لهم ذلك والبعض لا يؤدي هذا الدور تقاسم الوظائف ليس تاما يعني التهافط على قضية واحدة من قبل العديد هذا ليس أمرا ناجعا يجب أن يكون هناك جلسات تنسيقية وتوزيع مهام فلان يهتم بقضية العنف فلان يهتم بقضية العلاقة مع الأحزاب الأخرى فلان يهتم بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي فلان يهتم بشكاوى الجمهور يعني يجب هذه الأمور أن تقسم وليس على أساس الآن معالجة الأشياء يجب أن تتم من خلال تمثيل القائمة المشتركة وليس تمثيل الحزب فلاني أو علاني على الأقل وأقول لك بكل وضوح على الأقل خمس مقاعد من المقاعد الخمسة عشر جاءت لمطالبين بالوحدة دون أن يكونوا أكسبها أيديولوجية للمصوت صحيح فهؤلاء يريدون حقا في تجسيد مطالبهم مطالبهم ليست مطالب أحزاب مطالبهم مطالب جمهور يريد خدمات مؤدي هذه الخدمات هم النواب المنتخبون وهؤلاء يجب أن يوظفوا لذلك السعات الطوال من أجل ذلك أن تقوموا المناكفات الحزبية والتكتيكات التي تحدثت عنها والتحديد بالشق هذا الدرس جربناه في نيسانا 2020 جربناه وعلينا أن لا نعود إليه إطلاقا نيسانا 2019 هذا التاريخ يجب أن يذكر دائما وكثير ناس حملوا القائمة المشتركة وطراجعوا وما أقول وأعود وأكرره القائمة المشتركة هي إرادة شعب وليست إرادة أحزاب فقط الأحزاب هم مكون أساسي في هذا الشعب وهم أدوات تخدم هذه الإرادة ويجب أن تخدم هذه الإرادة ولا تخدم أجندات فئوية وصلت هذه الفكرة وأنا أريد أن أشكرك جزيلا الشكر المؤرخ البروفيسور مصطفى كبهة على كل هذه المعلومات وعلى هذه الإضاءات أيضا في هذا الحوار شكرا جزيلا لك شكرا لك بهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى ختام حوار الساعة شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة